الوفد الروسي الذي يزور سوريا برئاسة ديمتري روغوزين نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ونواب وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية والطاقة والزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية قام بزيارة إلى الجامع الأموي بدمشق وضريح القائد صلاح الدين الأيوبي واستمع روغوزين إلى عرض عن تاريخ المسجد الأموي وتجول وصحبه في كل أرجاء المسجد قمنا بهذه الزيارة إلى المسجد الأموي الذي تعرف على التراف السوري التاريخي ونحن شاهدنا هنا أن تاريخ الحضرات القديمة التي كانت في سوريا أثارها متواجدة في هذا المسجد وأعرب روغوزين عن إعجابه بهذا الأثر التاريخي والروحي الكبير مشيرا إلى أن سوريا كانت على مر التاريخ ملتقى الحضارات وعبر عن تمنياته بأن يعود السلام والأمن إلى كل أرجاء سوريا لتعود إلى ممارسة دورها الحضارية في التاريخ الإنساني